اه عايزة بس قبل ما تنتهي الحلقة ان احنا المهم اللي احنا عايزين نتكلم عليه في الموضوع دوت اه ممكن بعد اذنكو اشوف اه اه اشلون اشلون سباي ساتيلايت في فيديو اسمه اشلون اه سباي ساتيلايت عايزة قبل ما نكمل موضوع اللي احنا اه عشان حطه يا اميرة لا تنزل اسم الصفحة بس يا اميرة نزليها على الشاشة عشان استاذ محمد مجدي عشان بس اه ده سأل خلصنا منه ممكن الفيديو اللي هو بتاع اشلون اه سباي ساتيلايت اه منظومة اشلون دي بقى اللي احنا قلنا كل الكلام ده بيصب في منظومة اشلون منظومة اشلون دي اللي هي اسمها العين التي تراقب العالم كل بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بتصب في حاجة اسمها منظومة انا يعني هتكلموا الفيديو شغالي عشان في كذا فيديو خاص باشلون بتصب في منظومة اشلون منظومة اشلون دي تم الاتفاق عليها بين اه في الاول من سنة 47 بين امريكا وبريطانيا مخابرات الامريكية ومخابرات البريطانية وبعدين على مدى سنوات ابتدى بقى دخلوا استراليا نيوزيلاندا كندا بعد سنوات بتاعت تدخل المانيا بتاعت تدخل كذا منظومة هنشوفها دلوقتي دي موجودة اه وحدات تجسس عالية جدا في كل بقى في كل اللي هي البلدان الرئاسية دي بتراقب العالم وبتاخد كل معلومات الاقمار الصناعية التجسسية واجهزة المخابرات اللي هي على الارض دي بقى اللي بتجمع كل دوت توديه لمنظومة اشلون او العين التي تراقب العالم زائد ان منظومة اشلون دخلها نظام وعي المعلومات ويالي على فكرة اللي هي واخده برضو الهرم واللي في العين العين التي هم واخدين برضو نفس المسمى اللي محتوط على الدولر اللي هو بتاع العين التي تراقب العالم دي بتدخل عارفة كل منظومة البنوك دي عندها قدرة على اختراق في حاجة اسمها التفريغ المادي اللي هو كل ما يمر عبر سلك سواء الياف ضوئية سواء تليفونات ارضية كل ما يمر عبر سلك دي اللي هو ايه تفريغ المادي اعتراض اشارات الاقمار الصناعية بانواع سواء الانترنت بالكامل الاتصالات اللي عن طريق الاقمار الصناعية كل حاجات ده اعتراض موجات المايكرويف بجميع الفاكسات على فكرة الفاكسات والبرينترز بقت تعمل كوسائل تجسس كل ده على فكرة بقى فيها منظومة بترسل كل ما يتم فيها انا بقى الفاكس وفاهم اننا الفاكسات بتدخل على مسيحات ضوئية هنا بقى بيقول لك ايه ايشلون موجود متفق عليه من 47 لكن تم انشاءه بالمنظومة الحالية ابتداء من 69 لكن محدش كان عارف عنه اي حاجة الا لما تكشف في الكونجرس في حرب العراق ان هما جابوا تسجيلات وتصوير سلاسي الابعاد لناس من جوه وهم داخل امريكا نفسه ما كانوش يعرفوا حاجة عن ايشلون يعني ايشلون كان بتديروا جهات اعلى من الرسمية ويتبع القيادة بتاعته للايه انسلية وكالة الامن القومي بس في جزء سري منه كان غير معلن للساسة الامريكان يعني الساسة الامريكان لم يكونوا يعلموا عنهم حاجة اه وهو من سنة كذا ولو بروتوكول تعامل في بروتوكول تعامل بين الدول مشاركة فيه لكن حتى اساسة امريكا اللي هم على المشهد والسيناتورز والكلام ده لكنوش يعرفوا عنه حاجة الا لما تفضح في حرب العراق فعرفوا انه هو منظومة مراقبة العالم واختراق العالم واللي بياخد بقى من كل الحاجات اللي احنا تكلمنا عليه سواء الحاجات الارضية معلومات الفيسبوك المواقع الانترنت المش عارفة ايه كذا منظومة الجن الفضائي الاقمار التجسسية الطائرات التجسسية كل الكلام ده بيصب في ايشلون ايشلون ده بقى كل الحاجات دي عامل لها منظومة كاملة وفيه برضو دخله منظومة اللي هو بيكيس بصمة الصوت بتاع الافراد وبيجدولهم على حسب اهميتهم فيه منظومة كاملة اللي احنا حضراتك سألتني عليها في الاول اللي هي منظومة برمجية كاملة ودي حاجة يعني رهيبة جدا يعني ممكن بعد ادي الشرح بتاعها للمتخصص بس انا لو شرحتوا دلوقتي انها هتفرقها مني يعني اللي هي منظومة كاملة اللي انا تسألت عليها من شوية اللي بتعمل فرمطة للمعلومات يعني بتعمل ترجمات وفرمطة للمعلومات معلومات دينية معلومات كافة يعني بتعمل عملية معلومات اقتصادية بتصنفها كلها وبعدين وبتصنفها وانت بترجمها ومش عارفه ومن نهاية مليارات 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 ده طبعا هو جايب ايه تطويره من سنة يعني بتدى سبعة وربعين طب هما من العمل ده بقى يعني بيشير اللي ليه تفتكري ما هو ده زي ما قلنا يعني ده موجود كل ما يخصه بس كان موجود بطريقة سرية اتفضح بعد فتح الكونغرس لي في سنة في حرب العرق اه في حرب العرق لما ظهرت تسجيلات كاملة وصور ثلاثت لها بعد وتسجيل كامل ومش عارف ايه وكل النشاطات اللي كانت تخص افراد معينة وتم استهدافهم وتم قتل ناس يعني تم قتل ناس بعينهم فالموضوع ده لما اتفضح ابتدى بقى الكونغرس جبع كل ما هم عارفين طبعا فيه يعني وسائل تجسس عالية وبتاع بس ماكنش يعرفوا ما هي قدرات الفائقة لإشران فأأأ يعني في حاجات لا يمكن اخفالها وبيتقفل الموضوع تفتح وتقفل على طول اه لا يعني شغال الناس اللي هتدخل تقرأ عن اشلون وتشوف مثلا فيديوز خاصة بأشلون والعلماء اللي اشتغلوا فيه والعلماء اللي انتقدوه هتشوف كم مهول من حاجات لا يمكن تدخلها انا بدي قشور لك المنظومة دي موجودة من سمين عشان كده انا لما قلت لحد رأك مش بدافع عن نفسي لان كل ما اقول له عليه إثباتاته عليه وسائفه انا بقولش الدفع انا بكلم في موضوع تاني لا انا مش كده انا مش قصدي كده انا قصدي ان كل ما اقول له انا لا اقول اي كلام مرسل يعني انا بتكلمش على حاجة غير احاول على قتل بالله انا بحكي لك ان انا لما بنحكي هذه الحكاوي كده وفي الاخر انا مش عاصل احنا عدنا نحكي وانا عد ساكي كدوت ومش رحش ان هنقدر نعمل طب نعمل ايه احنا اللي قاعدين هنا على باب الله احنا هنا دول عندهم مش لنقعدهم وانحنا هنا عملين ان هنا على باب الله يبا احنا خلاص يعني كده وكأننا نسلم انفسنا نروح نقولهم احنا هو نرفع عدين لا يعني انا انا عايز اقول ان هذا الكلام للتوائي عشان في الاول وفي الاخر حتى لو من الاقمار عندهم 500 مليون امر صناع وبيلعبوا في دماغات الناس مش حادروا علينا مش حادروا علينا لو احنا فهمين ليه الكلام ده للناس ان يا جماعة الدول دي مش هتصرف مليارات ممليارة من الفلوس وهم عندهم ازمة اقتصادية بلا جدوى يعني دول دي مش هتستهدف بلادك وتعمل كل هذا التطور رهيب والتطور ده مش احدث حاجة يعني معنا ان احنا عفوين ان فوقيه مثلا حصل فيه تطوير قد كده بس الدول دي مش هتصرف هذه المليارات ممليارة وتجند علمائها وتجند كذا بدون جدوى لازم انت تفهم الدول دي مخترقك ليه مخترقة الافراد ليه ايه الهدف انه هما الاقمار الصناعية جديدة تبقى مزودة بخرائط كاملة للانشطة العصبية بتاعت الجسم الانسان ونيوروفون اللي هو قادر يتدخل معك ايه الهدف اسأل نفسك يعني قبل ما تقول ايه انا خلاص انا عرفته وسألت نفسي وعرفت انه عنده ده انا ما عندي امر صناعي ولا عندي ببرجاز انا ما عندي شيء حاجة انا نعمل ايه ده كان السؤال اللي كان لازم اسأله ايه خدت بالك اما وانا هذي حقيقة وده المولودة وانا متأكد انه حقيقة من كلامك لان انا يعني عارف ده طب نعمل ايه هيا بقى نوطة نوطة حاكتين غير بقى المقاومة الفردية طبعا المقاومة الفردية دي ها اه حكايتنا احنا يعني مثل نقرى القرآن والإيمانيات والصلة ده ده امر لا انا هقول حاجة بس هقول حاجة يعني ده امر مسلم بي النقطة بل يعني طول الحلقات دي بحاول اقولها يا جماعة احنا الناس دي ها حطتنا زرعت زرعت في منطقتنا الصراع ان احنا نفضل في الصراع دائم ما حاتش سأل نفسه ليه احنا في الصراع دائم بينما هم بقى غول متقدم بعد ما احنا كنا في الاول احنا في درجة علمية عالية وكانت في عصور ظلام في اوروبا وامريكا دي ما كانتش موجودة تعيب علينا ان احنا لا نقرأ التاريخ ما احنا عملين نعيد اه الاسرائيلين بقولوا احنا لا نقرأ التاريخ ولا نفقه طب ما تفوقوا دول العربية عندها استثمارات بتريليونات الدولارات في امريكا وفي الدول الصهيونية امريكا الشيطان وكذا 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 الدول العربية عندها كذا الدول العربية عندها اعلى موارد في العالم وعلى فكرة استهداف منطقتنا واقوله تاني استهداف منطقتنا ان 30% بس من الموارد هي المكتشفة وخاصة في مصر انا ديتهم بعض نماذج ولاقيت ناس جايبين لي كمان نماذج كتير جدا ديتهم حقاية من دراسات احنا 30% بس من مواردنا المكتشفة ماشي وال30% احنا مش مستقلينهم يعني هنا عندنا معلش انا قلت له مثلا جزء زي سينة فيه اقتصاديات دولة كاملة يا ستي ده فيه انهاء ده فيه كم مهر تحت سينة انا قبل بس ما نقف الموضوع اساس الكلام يا جماعة احنا مساعدين الاخرين ان احنا نفضل في عمليات السراع دائم لا تقوم لنا قوما عندنا الخبرات عندنا العلماء عندنا الموارد عندنا الفلوس احنا مش نقصنا اي حاجة ومع ذلك كل هذه التقنيات لا تقنيات مضادة ولا تقنيات مضادة ممكن تبقى بابسط الاشياء لكن انا لا نستغل علمائنا لا نستغل شبابنا لا نستغل مواردنا ولا فلوسنا فنحن اللي بند قوة للشيطان هو احنا لكن كيدة الشيطان كان ضعيفة من الابد كان ضعيف إحنا اللي بنيديله القوة دي بضعفنا وبتفتتنا وبتجهلنا وبعدم صعينا للخير الصح اللي بين إيدين بس دكتور الحلقة خلصت أنا أستاذ خالد عزمي كان ليه رسالة بيتكلم فيها حنقاش يعني خالد بحطها على صفحة خالد ويا حتجوب عليها وأنا بعتذر لك والأستاذ إرهام صبري والأستاذ محمد مجدي أستاذ محمد مجدي بيقول يعني بقول لأستاذ برينة وسيمحة عاوز أعرف اسم صفحة الدكتورة الرسمية حطيها نظرة على البتاعدة وبدأدر بنا وفاقة معلومات مهمة جدا وأنا بإذهب كل اللي بتقوله ما شاء الله عليها بجد المفروض تشتغل مع مخابرات المصرية ويجب على مصر أن لا تتجاهل الناس اللي زي دولك أنا بعتقد أن مصر ما تتجاهلش حد يا محمد ما تقلقش يعني ورهاب صبري بتقول أنا متابعة على الموضوع مهتمة به جدا وحب أعمل دراسات عنه وشفت سلسلة قادمون وسلسلة أرمجدون وحب أعرف رأي الدكتورة فيهم لأن فيه ناس بتقول أن عبدالله أشب بينشر فكرة شيئا ويقول ضلالات إيه رأي الدكتورة على الصفحة بقى على الصفحة كل الجوابات دي هكو لها حضراتكم هتجاوب عليها على الصفحة عشان وقتنا خلص دكتورة نكمل في هذا الموضوع هتجاوب كل الإثباتات وكل الفيديوهات على الصفحة طيب لا أنا ياريت الحلقة اللي جاية ياريت الحلقة اللي جاية أن إحنا بنتكلم إحنا نتكلم بقى كيف يمكن كيف يمكن إحنا كمصريين سيبك من إخواننا يعني لأن الحكام العرب عيدكو الأرض يعني إحنا كمصريين معليش مسؤول نبي قبل أن تقفل وأقول حاجة أنا جاتني على الصفحة أنا كنت تكلمت على موضوع الطاقة الحرة وكده وحطيت بعض النمازج اللي معمولة جاتني كم أفكار جميلة جدا وناس مش محتاجين خمات ومش محتاجين تمويل بس محتاجين يتجمعوا في مجموعة بحيث المشروعات اللي تطلع على النور إحنا هنلمحهم طيب أنت حضرتك تتواصل معاهم إن إحنا هنلمحهم وممكن أنه بنتفق على مكان بس ما نقولش مكان فين لا يلعبوا في دماغتنا يعملونا بتعمل اللي أنت قلت لا يعني رأيت الناس تتحرك بإجابية لأن في أفكار رائعهم إحنا نتحرك ونلمع ونشوف محدش هتحرك دلوقتي إحنا نتحرك ونلمع ونشوف إحنا بس الحلقة اللي لديك كيف نوالي هذه الأمور بشرح أوسع وبطريقة أفضل إن إحنا نقول إزاي نقدر نوالي ده حتى لو كان معاهم أأمر الدنيا كلها أنا بعتقد إن إحنا نستطيع أن نعمل لأن أي حد لو بيستخدم العلم في إزاء البشر المؤكد إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا وبرضو هلإيمون وقرآن ما نستطيع أنه دافع لي عن فرصة بس ربنا لما قال أعدوا لهم استطعتوا من قوة أن تعلموا واشتغلوا وربط كل الإيمان بالعمل الصالح بس لغاية ما الفتنة الأول بتاعت الخناء اللي بيننا ببعض الضوء إن شاء الله بشكر حضرتك وتصبح على خير ونلتقي يوم الحد إن شاء الله